موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مادة الاهتزازات الميكانيكية الجزء الثاني محمد عيسى مهندس عربي مبدع الآن الموضوع الثاني بمادة الاهتزازات الميكانيكية اللي هي الدامنغ الآن إحنا سوف رح ندرس الـ Free Vibration With Damning الآن الـ With Damning يعني الآن أنا بدي أعمل تخميد للأجسام اللي بتتحرك الآن في عندي ثلاث طرق للتخميد للدامنغ أول طريقة اللي هي الـ Dry Friction الآن عندي جسم بتحرك بـ Vibration معين لأن أنا ممكن أعمله تخميد عن طريق إنه أعمله Friction ثاني واحد اللي هي الـ Viscous الـ Viscous Damping الـ Viscous الآن أنا مثلاً في عندي قرص أعطيته Moment فبلش يعطيني Vibration الآن ممكن أنا أغطصه بزيت مشان أخمد هاي الاحتزازات ثالث إشي ممكن من الـ Structure نفسه أعمل تخميد للأجسام بإنه ممكن نركب عليه ماس عشان يذقل ويخفض التخميد الآن الآن بموضيعي رح أبلش بدراسة الـ Viscous Damping الآن الـ Viscous Damping زي ما كان عنا إحنا لـ Stifneser Zunbarak الـ K في X الآن أنا عندي الـ Damping اللي هي هاي رمزها اللي هي عبارة عن الـ B في الـ X dot الآن السيستم الأكثر شيوعاً بالـ Damping في عندي Zunbarak وفي عندي Damping هاي إشارة الـ Damping وفيه Mass طبعاً هاذ بيصير عندي الـ B في X dot وهذا عندي الـ K في X فعلاً بتصير عندي معادلة معادلتي X double dot سائد الـ S على M X dot زائد الـ K على M في X تساوي صفر اللي هي المعادلتي الـ Second Order Homogeneous إذن فرقت عن الـ Without Damping إنه الآن صار في عندي معامل الـ Damping السي الآن بالـ Without Damping الـ Viscous With Damping راح ما راح نتوسع في المادة كثير راح نبدلش نأخذ مصطلحات كثير شائعة كيف راح نحسبها من السيستم اللي عندي أول مصطلح راح نعرف اللي هو اللوغرينتميك ديكريمنت اللوغرينتميك ديكريمنت يساوي السي في وي على الماس في أوميجا دي الآن هذا القانون الأول لللوغرينتميك ديكريمنت في عندي قانون ثاني يساوي بـ 2 باي زيتا اللي هي الـ Damping Factor على الجدر الـ 1 ناقص زيتا سكوير الآن وفي عندي قانون الثالث لللوغرينتميك ديكريمنت اللي هو 1 على N في لن الـ XN على الـ XN الآن نبلش نشوف شو المصطلحات الجديدة اللي عندي أول رمز اللي هي عندي السي اللي هو وفي عندي الأوميجا دي اللي هي اللي هي الآن في عندي الزيتا اللي هي وفي عندي الـ N اللي هي عدد الساكل اللي بيقوم فيها الجسم وفي عندي الـ XN اللي هي الإزاحة الأولى وفي عندي الـ XN اللي هي الإزاحة بعد عدد الساكل اللي عندي الآن بنبلش في عندي قانون عشان نطبق هذا الإشي اللي هو السي 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 اللي هي الكريتيكال داملينج الآن الزيتا تساوي السي على السي السي اللي هي الداملين كونستان والسي سي اللي هي الكريتيكال داملينج الآن السي سي تساوي 2M OMEGA N الان اللي هي تساوي جذر الكي على M الآن في كمان عندي الـ OMEGA D الآن الـ OMEGA D بطلع منها أو ممكن تطلع كمان من الـ OMEGA N بجذر الواحد ناقص زيتا سي بجذر الكريتيكال داملينج الآن نأخذ إكزامبل تطبيق مباشر على هذا الإشي على الفيسكاس دامبينج بيحكي لي فين عندي هذا الجسم معلق فيه ماس وزنها 4.5 كيلو جرام فيه عندي دفليكشن لإله للجسم 10 ملي متر وفيه عندي ذدام من كونستان اللي هي 35 كل متر الآن أول إشي بدي أطلع من هذا السيستم اللي عندي الدامنج فاكتور اللي هو الزيتا الزيتا تساوي السي على السي سي الآن السي سي بطلعها من 2M في أوميغا N الأوميغا N تساوي جذر الك على M لكن أنا بالسؤال ما أعطاني الك فبطلعها عن من قانون الأم في G على دفليكشن على الماس وتساوي جذر الج على الديفليكشن ويساوي الجذر 9.81 على الديفليكشن اللي هي 10 ونحولها الميتر بالعشر السالب 3 وتساوي 31.23 راد بير ساكن الآن منيجي بنعوضها بالقانون بتطلع معي السي سي هي ضرب 4.5 ضرب اللي هي 31.32 وتساوي 281.88 نيوتن ساكن لكل ميتر بعوضها بالقانون بتطلع عندي الزيتا كم تساوي 0.124 الآن المطلوب الثاني صار يحكي لي الآن أنا بدي الان الدام منغ فريكونسي الاف دي الاف دي من وان بطلعه من الاميجا دي الآن الاميجا دي كل سكوير بتطلع عندي الاميجا دي الآن من الاميجا دي بطلع الاف دي معا طريقة القانون الاميجا دي تساوي 2 باي باف دي وعليه فإن الاف دي تساوي اميجا دي على 2 باي هيك منكون طلعنا الفرع الثاني الفرع الثالث بحكي لي بدو الآن الآن أنا إلي ثلاث قوانين الآن بستخدم حسب القانون اللي أنا بريحني بنستخدم قانون السي في باي على الام في اوميجا دي اللي هو يساوي السي اللي هي 35 ضرب البي على الماس اللي هي 4.5 ضرب اوميجا دي اللي هي تساوي 31.32 بجدر الواحد ناقص 0.124 كل سكوير وتساوي 0.786 الفرع الأخير الدي بحكي لي بدو اللي هي قيمة الـ X نوت على الـ X اللي بطلاحة من نقول قانون اللي هو واحد على N ب LN X على X N تمام الآن بالسؤال أنا عندي one cycle فبتصير عندي 0.786 تساوي LN X على X N الآن هذا السؤال تطبيق مباشر على LN with Daming الآن في حالة أنه في بعض الأسئلة بحكي لي مثلا أنه أنا في عندي متور وزنه الماس تبعه 25 كيلوغرام حكا لي أنه الإزاحة الأولانية كانت عندي 16 ملي متر والإزاحة الثانية كانت عندي بعد 4 cycle كانت عندي 1.5 ملي متر وحكا لي البريود اللي قطعته الجسم بعد 4 cycle يساوي 1.2 second صار يحكي لي أنه الجسم معلق أو يحتوي على Stiffness and the Daming وحكا لي طلع لي Calculate of Ligratomic Decrement بحكي له Logarithmic Decrement اللي هي 1 على 4 بLin X North على X 4 اللي هي يساوي 1 على 4 في Lin 16 على 1 5 بتطلع عندي Logarithmic Decrement بشكل مباشر الآن بحالة أنه طلب مني لفريكوانسي Daming Frequency بحكي له أنا في عندي قانون له 1 على البريود لكن أنا عندي البريود الواحد فاصل اثنين لفورس Cycle فبقسمها على 4 Cycle عشان تعطيني بcycle واحد وتساوي 4 على 1 2 Hertz ومن خلالها ممكن أطلع المعطيات الباقية الآن ننتقل لموضوع بالDaming اللي هو Force والDaming Fiscus Fibration with Fiscus Daming الآن هذا الموضوع ما رح نتوسع فيه كثير لأنه في الكورسات القادمة مثل مادة Control بنشرح عنها بالتفصيل الآن أنا في عندي مثل هذا الجسم هذا السيسم فيه ماس فالآن فيه لدي قرام ليله في عندي C Vx وفي عندي K Vx وفي عندي Force قيمتها F T الآن هون الإكوليبريم بطاطيني الإكوليبريم بسيجين من عندها بأخذ الـ response لإله اللي هو بطلع كالتالي الآن الآن هاي هون لهون بتطيني معادلة هي F T تساوي F B Sine الأميغا T الآن الأميغا هاي تختلف عن الأميغا N وبتختلف عن الأميغا D لأنها هاي لها علاقة في إنه نعطيها بالإنبوت لكن الأميغا D والأميغا N نعطيها بالأوتوت الآن هاي ممكن إحنا نسميها اللي هي X Frequency Existational Frequency اللي هي بتكون مع Sine الأميغا T الآن في عندي Atresolence لما يكون عندي الأميغا على الأميغا N تساوي واحد هاي بنسميها Atresolence بيكون عندي تتطابق الResponse للأميغا مع الأميغا N الآن نأخذ مثال على هاي القصة لكن قبل المثال بدنا نحسب Steady State للجسم الآن في عندي هاي السيستم أعطاني هذا الResponse الآن Steady State هي من تتطلع من هون Steady State State الآن كيف بدنا نطلع قيمة Steady State Amplitude أنا عندي سيستم أعطاني response هكا التالي أنا بدأ أطلع Steady State response Amplitude الآن الآن في عندي ماشين الماس لإلها 70 كيلو جرام الآن وحكا لي إنه الاستفنس للجسم أعطاني نياب 30.88 كيلو نيوتن لكل متر وفي عندي الزيتا تساوي 0.2 حكا لي إنه الهارمونيك فورس تعطى كالتالي اللي هي الـ F في T معاذلة اللي هي 450 في Sine الثلاتة فاصل اثنين T الآن من هذه المعاذلة بعرف إنها هاي قيمة الـ F وبعرف إنها هاي قيمة الأميرا الآن بحكي لي بالسؤال بده Amplitude of the machine or the amplitude of the machine of the machine الآن الـ X من القانون السابق تساوي F على K بجدر 1 ناقص R سكوير كل سكوير زائد 2 زيتا في R كل سكوير طبعا R بنحكي إنها هي عبارة عن الأميغا على الأميغان اختصارا الأميغا عندي تساوي 13.2 الأميغا N بطلعها من جدر K على M وتساوي الجدر 33.8 هي ضرب 10.3 على الماس اللي هي 70 كيلوغرام وتساوي 22 راد برسكن بتطاوض المباشر بتطلع عندي 450 على الكستفنس اللي هي 3.3 8.8 ضرب 10.3 على جدر الواحد ناقص R اللي هي عبارة عن 13.2 على 22 كل تربيع زائد 2 الزيت اللي هي معطوية عندي 0.2 ضرب R اللي هي هاي القيمة كل سيكوير الآن طلعنا الستيد ستات أمليت الآن طلب بالسؤال بدو الفيس آنجل الفيس آنجل هي عبارة عن قانون يساوي 10 آنجل 2 زيتا R اللي هي عبارة عن الأوميجا على الأوميجا أن R بواحد ناقص R سيكوير بنعوضها بشكل مباشر مباشر وبتطلع عندي قيمة الفيس آنجل اشتركوا في القناة